أضمة الكهرباء حاضرة دمن أولويات الحكومة فقد أكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل حاليا على توفير قدرات الكهربائية الإضافية المطلوبة لمواجهة احتياجات المرحلة المقبلة وخلال اللقائه بنائب رئيس إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا أشار محلب إلى أن الحكومة حريصة على ضمان سرعة دخول محطات كهرباء بنها وشمال الجيزة والسخنة إلى الخدمة قريبا بالتعاون مع شركائها في هذا المجال لاستكمال التوردات وأعمال السيانة وذلك من أجل توفير الاحتياجات من الطاقة خلال الصيف المقبل وتلبية متطلبات التوسعات التي تتم في المشروعات هذا قد وجه محلب الدعوة لهذه الشركة للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي بشر مشيخ وما رحبت به الشركة وأكدت أنها حريصة على التعاون مع مصر